حابب اقول كلمتين قبل مختب مع حضرتك النهاردة ونخش على اخبارنا منتخب مصر منتخب مصر في الحقيقة انا مستغرب جدا ان بعض الناس بتحاول ان هي تهاجم المنتخب او تنتقد المنتخب او تتكلم على منتخب مصر وعايز هنا اقول لهم لما تقول منتخب مصر فانت بتتكلم على منتخب او على فريق واحد من افضل المنتخبات ان لم يكن هو الافضل لسنوات عديدة جدا على المستوى القاري وعالمستوى العربي وعالمستوى العالمي واحد يعني من اكبر المنتخبات اللي موجودة ازاي ازاي انت بيجي لك قلب تهاجم منتخب بلدك خصوصا ان ده مش وقته ولا وقته ولا توقيته ولا صحة اصلا ان انت تهاجم المنتخب كابتن حسام حسن لسه جاي على رأس القيادة الفنية الراجل بنقول ندعمه بيبتدي ان هو يشتغل مع اللعيبة عامل بداية قوية انا مش فاهم ايه السبب والمصلحة مين مش عارف انتخب مصر عنده مهمة باذن المولى عز وجل امام موريتانيا مواجهة موريتانيا يوم 15 ويوم 11 و 15 اكتوبر في الجولة الثالثة والربعة من تصفيات كاس الامم الافريقية عشرين خمسة وعشرين كمل يا عميد سد ودنك وغمي عينك عن اي عن اي حد بيكلم على منتخب بلده ده اصلا انت ما تسمعوش خصوصا ان النقد مش في محله ولا في وقته ولا اي حاجة فكمل يا عميد احنا في ظهرك في ظهر منتخب بلدنا اشتركوا في القناة